موسيقى هؤلاء السياح تقطعت بهم السبل داخل مطار برشلون الدولي البرات يوم الثلاثاء بعد إلغاء أكثر من مائة رحلة يوم الاثنين بسبب احتجاجات واسعة شهدها المطار أعقبت الحكم بالسجن على تسعة من زعماء الحركة الانفصالية في كتالونيا وكافح المسافرون من أجل الوصول إلى المطار بعد أن أدت الاحتجاجات لإغلاق الطرق واضطر العديد من الركاب سواء الذين لم يتمكنوا من اللحاق برحلتهم أو الذين ألغيت رحلتهم لقضاء ليلتهم داخل مبنى المطار وروا الركاب مواقف مأسوية تعرض لها بسبب إلغاء رحلتهم في الوقت الذي وقعت فيه اشتباكات بين ألاف المحتجين المؤيدين لانفصال إقليم كتالونيا والشرطة خارج مبنى المطار وتقول لوسيل وهي سائحة فرنسية تبلغ من العمر 64 عاما إنها اضطرت لقضاء ليلتها داخل المطار بعد إغلاقه وكانت ليلة عصيبة حيث واجهت صعوبة شديدة في شحن هاتفها المحمول أو الذهاب إلى دورات المياه أو تناول الطعام أو الماء وأوضحت أنها قضت الليلة بجوار إمرأة مسنة ورجل مريض بحاجة للعلاج وقالت سائحة فرنسية تدعي ستيل إنها رأت عددا هائلا من المحتجين على الطريق السريع وهو أمر لم تره في حياتها من قبل كما رأت أعدادا كبيرة من رجال الشرطة وسمعت صراخا وضوضاء داخل المطار كانت المحكمة العليا الإسبانية قضت بسجن تسعة من زعماء أقليم كتالونيا لانفصليين ما بين تسعة وثلاثة عشر عاما بتهمة التحريض على التمرد بسبب دورهم في محاولة الأقليم الفاشلة للاستقلال في 2017 وهو الأمر الذي أشعر الاحتجاجات في كل أرجاء الإقليم